أكثر حول هذا الموضوع معنا هاتفيا من الكويت المحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي نرحب فيك دكتور ظافر إذن بداية هل باعتقادك أن نهاية قاسم سليماني وتعيين إسماعيل قائني خلفا لسليماني هي بداية لنهاية؟ طبعا نحكي عن نهاية الدور الإيراني في مناطق النزاع مساء الخير أنا في تقديري أن المشروع الإيراني أكبر من أن ينتهي بنهاية رجل لا بأث أن الجنرال سليماني وإن كانت المعسكر الخصم بالنسبة لنا في دول مجلس تعاون إلا أن الرجل هو من أعطى كلمة الحروب اللامتماثلة والحروب الجيل الرابع هو اللي أعطاها معنا الحروب اللامتماثلة التي استخدمتها إيران ضد الولايات المتحدة وضد دول خليج بالإرهاب بهذه العمليات الرجل هو من خلقها لا شك أن سليماني كان له دور لكن كما قلت المشروع الإيراني أكبر من أن ينتهي بنهاية رجل هو لتفاء الخيرا وبنفس الوقت يجب أن لا نتجاوز أن هناك سيناريوهات رد محتملة من قبل إيران يعني إيران ستواصل نهجها أول خطوة هو رد الاعتبار لما حدث يعني ما حدث ليس أمر يمكن تجاوزه من الشارع الإيراني فيجب أن يكون هناك موقف من النظام لحفظ النظام إذا عندك وقت أنا أقدر أقول لك سيناريوهات المحتملة يليت يعني أين وكيف سيكون هذا الرد ونتحدث هنا فعلا وليس قولا ولا تصريحا أنا في تقديري أن السيناريوهات المحتملة لإيران يعني لا تخرج من ثلاثة السيناريو الأول أنها تبلع ما حدث مثل ما سوى حزب الله بمقتل مغنية بما سوى بالهجمات التي تعرضت لها في سوريا وتتجاهل الموضوع وتكرر علينا كلمة سنحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسب هذا السيناريو الأول السيناريو الآخر يكون هناك نوع من التفاهم أو الاندرستاندنج من الطرفين الأمريكي والإيراني أن ما سيتم هو الحفظ بوجه النظام كان تقوم بمهاجمة سفن أو ناقلات أو حتى تتجاسر على بعض المصافي لكن لن تصل إلى القواعد الأمريكية هذا السيناريو الثالث السيناريو الثالث وهو الأسوأ أن يتم تبادل الضربات وثيرة أعنف وتشمل المصالح الأمريكية التي ترصع الساحل الشرقي الغربي من الخليج العربي أنا في تقديري أرجح أنها لم تخرج عن ضربات إعلامية قد يعاد سيناريو الصيف الماضي بأن تهاجم سفينتين أو سفينتين تجاريتين أو مثل هذا القبيل أستبعد أن تهاجم إن شاء الله أي من البصافي النفطية الخليجية قد تسد الضربة قاصمة للحراك الشعبي في بغداد وفي لبنان بما يخدم مكملاتها الاستراتيجية في هذه القلدان لكن أن تكون حرب شاملة أنا أستبعد لأنها لن تستطيع جر أمريكا لمثل هذه المواجهة لأن إيران هي التي تحتاجها وضبط النفس هو ما يمارسه الأمريكان حاليا دكتور ظافر دلالات أن تدعو أمريكا مواطنيها مغادرة العراق فورا إلى أي منحنة تتجه هذه التطورات برأيك؟ حماية أرواح المواطنين الأمريكيين هي أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية فالبروكيشن أو الإجراء هذا إجراء احتيادي يعني لا يمكن قراءته كمحرك رئيسي للأحداث أو كإنديكيشن على أن هناك أمر جلل أكبر مما حدث حتى الآن أنا لا أريد أن أضع استدعاء أو طلب مغادرة الأمريكان كأنه مؤشر لحرب وشيكة هو درجة من درجات الحنور الأمريكية في تقديم نعم إذن كل الشكر لك من الكويت المحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي موسيقى